السلام عليكم متابعين الكرام قبل لا نبدو بالتفاصيل أتمنى تتلايك للفيديو وتشترك بالقناة تتفعل الجرس حتى توصل لك كل أخبارنا العاجلة والمهمة هاي قناتنا على التليقرام اللي حبي ينضام إنها رابطها راح يكون أسفل الفيديو بالوصف التربية النيابية تعلق على خيارات لإنهاء العام الدراسي للصفوف غير المنتهي والدخول الوزاري للصفوف المنتهية التربية النيابية وزارة التربية لديها رؤية بعدم إقرار الدخول الشامل باعتبار أنها سمحت بأربع دروس وعشر درجات وهذا يعد دخولا شاملا دون التصريح الرسمي به الوزارة لديها عدة مقترحات فيما يخص الامتحانات للمراحل غير المنتهية وسوف يستمر للتعليم الألكتروني لحين واحد سبعة ليكون نهاية العام الدراسي الحالي هناك رؤية لدى الوزارة لمناقشة الاعتماد على درجة نصف السنة الدراسية أو يكون الامتحان حضوريا في نهاية العام والرؤية الأقرب هي الاعتماد على درجة نصف السنة مثل ما أسمعت طلاب التربية النيابية صارحت وقالت بأن وزارة التربية ما عندها نية أصلا بالدخول الشامل لأن الدخول الشامل سيكون بأربع دروس وعشر درجات سيدخل الطالب وزاري مثل كل سنة ويقولون أنه ما أكو قرار الدخول الشامل بس أكو اجتماع الأسبوع المقبل حسب تصريح المتحدث باسم التربية أكو اجتماع الأسبوع المقبل يناقشون بالدخول الشامل وأيضا قرارات تخص كل الطلاب ويقولون بأنه أدهم مخترحات تخص الانتحانات للمراحل غير المنتهية ويستمر للتعليم الإلكتروني لهم إلى 1-7 يعني تقريبا شهر يستمر الدراسة بالنسبة للصفوف غير المنتهية لحد 1-7 وبعد 1-7 ينتهي العام الدراسي لهم ويطهم قراراتهم الرسمية ومنها أعتماد درجات نصف السنة أو يمتحنون حضوري أما أعتماد نصف السنة أو يمتحنون امتحانات حضورية هذه بالنسبة للمراحل الغير منتهية والقرار الأقرب اتخاذه هو اعتماد درجات نصف السنة حسب كلامهم يعني راح يناقد اجتماع الأسبوع المقبل هما البارحة المتحدث باسم التربية طلع التصريح وقال بأنه بداية الأسبوع المقبل راح ناقد اجتماع والناقش به الدخول الشامل أو أيضا نحدد مصير الآن الدراسي بالنسبة للصفوف غير المنتهية بس هسه التربية النيابية تقول أنه التعليم الإلكتروني راح يستمر 1-7 وبعد هنا نصدر القرارات فما نعرف يعني القرارات كلها خربطة بخربطة إن شاء الله بس احنا أي قرار يصدر من وزارة التربية تخص الطلاب راح ننازل لكم بالقناة أول بأول نتمنى